السلام عليكم اهلا بحضراتكم حلقة جديدة من قلوم كملين الدولة اللي عندها مشاكل بحجم كبير دي كلها زي ما شفنا الدولة اللي عندها مشاكل مع كل حد وكل حاجة في المحيط بتاعها حتى الاشقاء وحتى المحيط الافريقي سيبة كل المشاكل والاعلام مبارح ما بيتكلمش عن حاجة ما بيتكلمش عن حاجة من المشاكل دي الاعلام مبارح ما بيتكلمش عن كورونا فيروس عن الاصابات عن الناس اللي بتموت عن المقاسي اللي حصلة الإعلام مبارح ما بتكلمش عن العطش اللي بيهدد المصريين بعد ما الحكومة أعلنت رسميا فشل المفاوضات مع أسيوبيا فشل يعني الموضوع منتهي فشلوا في المباحثات اللي بيعملوها وأسيوبيا هي الإدهاء عالية وأسيوبيا هي الإدهاء قوية والإعلام وسط ده كله بيحشد الناس في حتة تانية خالص الإعلام سايب حياة المصريين اللي على المحج وبيحشد الشعب المصري ضد المستشار أحمد ميكي أو الله اللي تابع مبارح التوكشو في مصر أو ما يسمى يعني لأنه ما ينفعش بعد التوكشو أصلا اللي تابع القناة المصرية مبارح هتلاقي أحمد موسى بيقولك لازم تعمله حاجة ضد أحمد ميكي بضع على أحمد ميكي ده مرسي أمر الداخلية أنها تضرب المتظاهرين بالنار والداخلية قالت له لأ إحنا كويسين ما بنقدرش نضرب المتظاهرين ليه يا رئيس مرسي أنت عايزنا نبقى وحشين وشريرين بالشكل ده كلام ده مبارح خالد أبو بكر بيقولك رفع عليه قضية وأكيد اسمه إيه سمير صبري هيرفع عليه قضية ومش عارق أكيد ليه لأن أحمد ميكي شهد شهادة حق في حق الرئيس محمد مرسي في يوم وفاته أو في ذكرى يوم وفاته قال من الآخر ما شفتش حد زيه وقال وفند كلام كتير قامت عليه أساطير عبد الفتاح السيسي من بداية الانقلاب لما قال الرئيس مرسي ما كانش عنده طمع أنه يكمل مدته ولكن كان عايزه بقى فيه مؤسسات برلمانية دستورية موجودة تدير الدولة علشان ما يبقاش فيه مكان فاضي لأن احنا عارفين العساكر بينطف الأماكن الفاضية ويشغلوها هم قال ما شفتش حد زيه وقال ينطبق عليه أو تنطبق على الرئيس مرسي رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه فمنهم ما انقضى نحبة ومنهم ما ينتظر قال أن محمد مرسي كان ضد ضرب المتظاهرين بالنار ولما عبد الفتاح السيسي قال له أضربهم بالرصاص يا ريس قال له لا ما زال الرجل في حل من أمره ما لم يصب دما حراما ده اللي قاله المساشر أحمد ميكي عشان كده بيخلوا الناس تبعد عن الوجع الأصلي الوجع الأساسي اللي هو سد النهضة اللي هو العطش اللي حيجي لنا كلنا أي حد دلوقتي مش عايز تكلم عن سد النهضة أي حد دلوقتي ما بيقولش للمصريين خطورة سد النهضة أي حد بيتعامى أو ياخذ المصريين في حتة تانية هو مجرم هو مجرم لأن سد النهضة المصيبة اللي جاي إنما تسيبوا سد النهضة وفشلكم وتسيبوا المصايب اللي توقعوا فيها الشعب المصري وتروحوا وتهاجموا راجل كبير في السن بيقول كلمة حق عشان يقابل بها ربنا في حق واحد مات مش هياخد منه لخير ولا شر أحسن لأحمد ميكي إنه كان طب للسيسي على الأقل يأمن شر ولو مش هياخد منه حاجة ولكن لأنه قاضي محترم قال كلام يخلصوا من ربنا يعني يقابل بها وجه ربنا وهو مش قايل كلمة مش قايل كلمة ظهور قال شهادة حق في الرئيس اللي مات بعد ست سنين من السجن والتعذيب مات أو قتل الدولة دلوقتي مش محتشدة ضد الأسيوبيين الدولة دلوقتي محتشدة ضد راجل قال كلمة حق كل الدعم لازم يكون من كل الناس اللي مستشار أحمد ميكي مش علشان هو قال كلمة طيبة في حق الرئيس محمد مرسي لا علشان اللي زي أحمد ميكي لازم يتكلمه علشان اللي عشروا وشافوا الحقائق لازم يقولوا بجد إيه اللي حصل علشان الصورة اللي بيحاولوا يوصلها لكم عن مرسي وعن الثورة وعن قد إيه كان الانقلاب العسكري ده ضرورة وصورة شعبية لازم الكلام ده كله يتفند والناس تعرف الحقيقة انتوا عملتوا انقلاب عسكري علشان أطمعكم في السلطة انتوا عملتوا انقلاب عسكري مش عشان فشل محمد مرسي ولا ضعف محمد مرسي ولا الكلام الفاضي ده كله انتوا عملتوا انقلاب عسكري علشان فيه قوة إقليمية ودولية كانت خايفة أن مصر تبقى دولة قوية تقدر تصنع غزائها تقدر تزرع غزائها وتصنع سلحها ودواءها انتوا لازم تقولوا للناس الحقيقة عشان يعرفوا مين هو عبد الفتاح السيسي الامعة اللي بيتحكم فيه كل حد بيقدر يوعده بوعد ولا يقوله هتفضل على الكرسي الحد ده في تل قبيب ولا في الرياض ولا في بوظبي لازم تنعرف الناس مين هو محمد مرسي ومين هو عبد الفتاح السيسي اللي الناس دلوقتي أصلا عارفا من غير ما نتكلم الناس شايفا بعنيها الناس حاسة بالوجع وحاسة بالحقيقة لأن لو اللي بيحكم مصر شريف لأن لو اللي بيحكم مصر راجل وطني ما كانش حال البلد هيبقى كده إنما محمد مرسي المطلوب أنك تطلع تسقله والمطلوب أنك تطلع تسق ليناير والمطلوب أنك تطلع التمجد والطب اللي عبد الفتاح السيسي تبقى كويس ومرضي عليك حتى لو كنت قادي شريف وعمرك فوق السبعين سنة وعايز تقول كلمة حق كلمة الحق من فرد واحد جوا مصر خلت النظام يحشد أجهزته الإعلامية كلها ضد أحمد ميكي تحية للمستشار أحمد ميكي اللي قال كلمة حق مش علشان هي على هواية ولا مش على هواية لا علشان هي كلمة حق من شاهد عيات ندعو كل الناس كل الناس اللي كانت في الفترة دي فاعلة كل الناس اللي قربت وشافت وسمعت وكانت مشاركة في الفعل مع الرئيس محمد مرسي ومع عبد الفتاح السيسي اللي كان وقتها فريق أول وزير الدفاع عايزينهم يقولوا المصريين إيه اللي حصل يقولوا للناس إيه اللي حصل محمد مرسي مات وخلاص ولكن السيرة مش هتموت والحقيقة مش هتموت علشان الناس والأجيال اللي جاية تتعلم مش صعب أنك تطلع على الفيسبوك تتكلم ولا اليوتيوب ولا تويتر ولا أي حاجة مش صعب أنك توصق شهدتك للتاريخ لله وللتاريخ لأن أعتقد أن دي حاجة الناس كلها محتاجها ده بالنسبة للمستشار أحمد مكي كمان اه 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 تفضل وحنا لسه بنتكلم خالد أبو بكر يكتب أحمد مكي وزير عدل إخواني الهوى والهوية يتحدث من الإسكندرية إلى الجزيرة العار يعني والمشكلة أنه بيتحدث للجزيرة يعني ده ده خالد أبو بكر أنتو إيه الفكرة يعني إيه الصحافة في كده أحمد مكي وزير عدل إخواني أحمد مكي الراجل نفسه قالك أنا عمري ما كنت إخوان وعمري ما شفت يا محمد مورسي غير يوم ما راح يقسم أو يحلف اليمين الدستوري أنت عايز كل حد بيقول كلمة حق يبقى إخوانه وحش بإيه زنتو يعني إذا فرضنا الإخوان وحشين يا جماعة يا جماعة مش كده الدول لا تساس بالأفاقين وكان فرق علوز يطلع يقول للناس كلام فاضي الدول ما بتمشيش كده صورة يناير أعظم صورة جات في تاريخ مصر محمد مورسي الرئيس المدني الديمقراطي اللي المصرين جابوه باختيارهم وهو أنضفكم وأشرفكم وأطهاركم مش بكلامكم ولا بالأفعال ولا بالإحاءات اللي بتحاولوا تدوها للناس مش ده اللي حيبقى عند الناس كلها فاضي محامي خالد أبو بكر يتقدم غالدا ببلاغ ضد أحمد مكي يقدم فيه بلاغ النهار برافو يا جماعة سقفوا الخالد أبو بكر يا ترى التعريضة والتطبيلة دي هتاخد مقابلها إيه مش معقولت بقى التعريضة دي بس مقابلها برنامج في التلفزيون يا خلودي يعني المفروض يرقوك يعملوك حاجة لها لازمة شوية بدل من أنت لمؤاخذة يويو مفتعل كده بيودوك ويجيبوك وعمر أديب هو معلمك للأسف الشرفاء في بلدي بيعانوا الشرفاء في بلدي بيتقدم فيهم بلاغات وشاشات التلفزيون بتتفتح لكل أفاق لكل نصاب للأسف 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 مصر في حالة مزرية جدا والاهتمامات بتاعت الدولة مش اهتمامات الناس الاهتمامات بتاعت النظام مش اللي يخص الناس الاهتمامات بتاعت النظام حاجات تانية خالص ملاهاش علاقة عايز يقعد على الكرسي فلما يفشل يدير الدولة يقولك أصل الإخوان طلع لي يا ابني علي عبدالعالي يقولك خدنا دولة مفلسة هو مين اللي كان أفلسها عندنا مشاكل متراكمة هو مين اللي كان عمل مشاكل متراكمة المدني حكم سنة حاول يصلح وسختكم حكم سنة واحدة بس صعب عليكم انه ينظفكم فاشلتوه وعزلتوه وعملتوا انقلابه وحبستوه لحد ما موتوه ورجعتوا تعيشوا في قذرتكم مرة تانية لأن انتوا كائنات ما تعرفش تعيش بحرية ما تعرفش تعيش بشرف انتوا بس تجيدوا الحياة في مقالب القمامة والأماكن العاصمة كذاب ومزور اتفاضل يا سيدي أحمد موسى يوجه رسالة نارية لمكي أحمد موسى مخبر أمن الدولة اللي شغال مخبر من يما كان في الجامعة بيقول على المستشار الجليل المحترم أحمد مكي انه كذاب ومزور هزلت حتى بان من هزلها كتفها ده اللي حاصل في مصر أحمد مكي بقمته القضائية بيتطاول عليه سفيه وتافه زي أحمد موسى ويقول عليه مزور ليه عشان قال كلمة حق إنما لو طبل للعساكر لو خالف ضميره كان حيتقال عليه يا سيادة المستشار الجليل للأسف مصر مشى بظهرها ورايحة في مصيبة كبيرة بكل أسف